الموضوع الناخر كشف والي ولاية البوليدة بالنيابة حسين اي ترى بحنه تم تخصيص اكثر من 19 مليار سنتيم للقضاء على ظاهر التراكم نفايات ونقاط السوداء بالولاية التي سيتم تحويلها الى فضاءات لنزهة العائلات بيشراك مؤسسة انساج وفي هذه العملية من خلال ابرام اتفاقيات ما بين بلديات وكذا مؤسسات خاصة عدل عباس قمنا باجراءات استعجالية اولا برصد مبالغ مالية المبالغ المالية المقدرة لحد ساعة اكثر من 19 مليار سنتيم لاعادة الاعتبار من بينها اعادة الاعتبار لمؤسس نظافة من حيث اقتناء شحينة جديدة اقتناء حاويات والمساهمة في نظاف المحيط بشكل انجع اعادة تهيئة واد بن عزة اللي راه بشرنا الاعمال والاشغال تجرى بوطيرات جيدة وامور اخرى استعجالية قمنا بها لجعل من النقاط السوداء التي تم احصاؤها فضاءة للعب الاطفال ومساحات خضراء وكاجراءات تحفيسية اكد والي ولاية البلاد بالنيابة انه تم تشكيل لجنة تتولى اعداد مسابقتين الاولى بخصوص نظافة كاحسن حيوى الثانية احسن واجهة تجارية شكلنا لجان تتولى لاعداد مسابقتين المسابقة الاولى او الجائزة الاولى بخصوص نظافة المحيط ليشاركوا فيها كل جنة الاحياء لأحسن الحي وتكون فيها جوائز تخصص للحي وجاهزة احسن واجهة تجارية كذلك اللي راح تكون جائزة اللي راح تتمد في الاشهر قليل القادمة اضافة الى ذلك كل هذه الاجراءات تشجيعية ديرنا اللقاء في مجال التوعية تتكفل بكل من مديري التربية مديري شؤون دينيا